ألقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية كلمة بمناسبة يوم شرطة البحرين والذي يوافق الرابع عشر من ديسمبر من كل عام هنأ في مستهلها جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بالأعياد الوطنية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني ببالغ الفخر والاعتزاز أن أرفع باسمي ونيابة عن منسوب وزارة الداخلية أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح وذكرى تولي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وفي ظل هذه المناسبات الوطنية يأتي الاحتفال بيوم شرطة البحرين والتي عشنا مئويتها الأولى قبل عام من الآن لنجدد العهد والولاء لقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه قائدا لمسيرة العطاء والإنجاز والتقدم مستلهمين الحكمة والعزيمة وقوة الإرادة الوطنية من توجيهات جلالة معبرين في الوقت ذاته عن اعتزازنا بما يلقاه رجال الشرطة وشهداء الواجب وأسرهم من دعم ومساندة واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب حفظه الله وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية الأخوة العزاء تقديرا لجهود شرطة البحرين وحفاظا على تضحياتهم واعترافا بأهمية المسؤولية الأمنية ورغبة في الارتقاء بالمستوى المتميز في العمل فإنه يسعدني في هذه المناسبة أن أنوه عن تبني وزارة الداخلية لبرنامج حماية الشرطة وذلك في كافة النواحي القانونية والأمنية والتنظيمية والإدارية إن حماية الشرطة تستهدف اتساع دائرة الإدراك باستحقاقاتهم وواجباتهم وتهيئة السبل للقيام بها وفق سيادة القانون ولهذا فإننا نعمل من أجل ترجمة هذا التوجه إلى واقع يرأى المصلحة العامة وتعزيز الضمانات التي تقدمها الدولة لحماية رجال أمنها وعائلاتهم وفي هذا الإطار فإنما تعرضت له شرطة خفر السواحل من تهديد وإهانة من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية أمرا مرفوض تماما لما يمثله من تعدي على عناصر شرطة البحرين أثناء أداءهم الواجب وهو أمر لا نرضاه لرجال أمننا المخلصين وإننا في الواقع احتوينا بسرعة موقفا مسلحا في عرض البحر من خلال تواجد القوة اللازمة لضبطه في الوقت والمكان المطلوب وذلك لوضع حد لهذا العمل المتهور والخطير وهذا الموقف امتدادا للسلوك القطري الذي يستهدف المواطنين البحرينيين ويضيق على أرزاقهم حيث تمت مخالفة 2153 شخص و 650 قار يحملون الهوية الرسمية للمملكة البحرين خلال الفترة ما بين 2010 و2020 في المياه التي كانت على مرور الزمن مصدر الرزق لهم ولآبائهم ولأجدادهم وكل هذه الممارسات لا تعكس النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يقوم على ما يربط دوله من علاقات خاصة وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوب دول المجلس إن شعب البحرين لا يتوقع هذه التصرفات من السلطات القطرية حيث تأتي مخالفة للعادات والأعراف والتقاليد في الوقت الذي كانت البحرين على الدوام تسمح باستخدام مياهها من قبل الصيادين والبحارة بدول مجلس التعاون وعليه فإن وزارة الداخلية تحمل الجانب القطري المسؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات التي مست المواطنين في أرزاقهم ومعيشتهم وإننا سنتقذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حماية الصيادين والمحافظة على مصادر رزقهم الإخوة الأعزاء في إطار برامج تطوير وزارة الداخلية عملنا في السنوات الماضية على وضع تنظيماتنا الأمنية وفق رؤية شاملة ومتابعة ما يلزم لتنفيذ ذلك من تشريعات قانونية وتجهيزات ميدانية وإدارية وبرامج تدريبية أيضاً ومع مواصلة العمل والجهود الحديثة من قبل الجميع تكاملت اليوم العناصر المطلوبة لتؤلف قيادة أمنية مشتركة وقد ساعدت تقنيات الحديثة في شمولية ووضوح صورة الموقف الأمني وتحقيق التجانس والتنسيق بين مختلف فروع المديريات الأمنية الأمر الذي انعكس على ارتفاع الأداء الأمني المشترك وقد استطعنا بحمد الله وبجهودكم المخلصة من تسجيل قفزة حضارية في الأداء الأمني والممارسة الاحترافية والتي ساهمت في تعزيز جهود مكافحة الجريمة حيث تراجع معدل الجريمة اليوم بنسبة 25% وذلك رغم زيارة عدد السكان ودعما لهذا النهج الأمني في مجال الوقاية من الجريمة فقد ركزنا على حماية الشباب من خلال توسيع قائلة الثقافة الأمنية ومبادرات تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيام المواطنة وبرامج مكافحة العنف والإدمان والتي استطعنا من خلالها تقطية 80% من مدارس مملكة البحرين ليستفيد منها أكثر من 120 ألف طالب وطالبة مما ساعد على بناء الثقة بين الشباب البحريني ورجال الشرطة وهذا أمر في غاية الأهمية لبناء مجتمع آمن يدرك فيه شباب الوطن مسؤوليتهم تجاه أمن بلدهم الإخوة والأخوات إنه لمن حصن الطالع أن يأتي الاحتفال بيوم شرطة البحرين هذا العام متزامنا مع اليوبيل الذهبي للشرطة النسائية والتي أصبحت عنصر رئيسيا في المنظومة الأمنية وشريكا في حفظ أمن الوطن وصون مكتسبات فخلال السنوات الخمسين أثبتت الشرطة النسائية جدارتها وكفاءتها في تنفيذ الواجبات الموكلة إليها بأدائها وتعاملها الحضاري وسطرت تضحيات وإنجازات مشهودة في أداء أمني تكاملي وظلت حاضرة بفعالية وشريكا أساسيا في مسيرة حفظ الأمن ودخلت مجالات جديدة عززت من مكانتها ودورها الأمن والمجتمعي على أكمل وجه فتحيت اعتزاز للشرطة النسائية بهذه المناسبة التاريخية الرفيعة الأخوة العزاء منسوبي وزارة الداخلية بمناسبة يوم شرطة البحرين يطيب لي أن أعبر لكم جميعا عن بالغ شكري وتقديري لجهودكم المخلصة وعطاءكم المتواصل في حفظ الأمن والنظام العام مستذكرين جهود الرواد الأوائل ومن خدموا بالوزارة وقدموا نماذج من العطاء المشرف نتوجه لهم بالشكر ونترحم على من رحلوا وندعو للأحياء منهم بتمام الصحة ختاما سيظل يوم 14 ديسمبر من كل عام يوم فخر ومجد يجدد في حماة الحق وحراس المبادئ الأهدى في بذل النفوس لصون أمن البلد وسيادة القانون وترسيخ قاعدة العدالة فهنيئا لمن يحمل هذا الواجب من منتسبي شرطة البحرين والتي ستظل على العهد دوما بالتزامها بالقيم الأصيلة التي ميزت شعب البحرين ورسخت هويته وهي قيم السلام والاعتدال والوسطية والمساواة فلكم جميعا التحية وصادق التمنيات ودوام التوفيق حفظ الله البحرين وأدام عليها نعمة الأمن في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدح حفظه الله وراءه الحفظه الله وراءه اشتركوا في القناة